قام أكثر من 25 ألف شخص بزيارة السفينة لوجوس هوب أكبر معرض عائم للكتب في العالم فيما يتوقع أن تصل أعداد زائر المكتبة إلى أرقام غير مسبوقة حيث تواصل السفينة استقبال ضيوفها لمدة 20 يوما في بورسعيد أكبر معرض عائم للكتب في العالم السفينة لوجوس هوب ترسو بمدينة بورسعيد على ساحل البحر المتوسط راست السفينة قبالة سواحل المدينة يوم الخميس الماضي وصت ارتبات واستعدادات لتوفير كافة سبل الراحة وتسهيلات للزائرين للخروج بهذا الحدث العالمي بشكل مشرف أكثر من 25 ألف شخص قاموا بزيارة السفينة حتى تاريخي فيما يتوقع أن تصل أعداد زائر المكتبة إلى أرقام غير مسبوقة حيث تواصل لوجوس هوب استقبال ضيوفها لمدة 20 يوما ويضم المعرض العائم مجموعة من الكتب عن العلوم والطب والرياضة واللغات وكتب الأطفال وهذه هي المرة الثانية التي تتوقف فيها السفينة في مصر حيث رست لوجوس هوب في مصر لأول مرة في عام 2010 وكانت آخر محطة للسفينة في لبنان ومن المقرر أن تبحر إلى الأردن بعد اختتام زيارتها لمصر وهناك أكثر من 300 متطوع من 60 دولة يعملون على متن السفينة التي تبحر محملة بالكتب منذ عام 2009